موسيقى مجوز الأخبار من قناة الغد المشرق أهلا بكم أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مروحية نقلتها ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء إلى جبهة مأرب الجنوبية وقال التحالف في بيانه إنه يرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وإن على ميليشيات الحوثي وقف أي محاولة لذلك ويواصل التحالف عملياته ضد الإنقلابيين في عدد من المواقع لأسيام الصنعاء وذلك ضمن عمليات تستهدف نقل الأسلحة رحب التحالف العربي بتحرك الأمم المتحدة لتبتيش موانئ الحديدة لضمان عدم استخدامها عسكريا وقال التحالف إن ميناء الحديدة محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن وأكيدا أنه سيتحرك عملياتيا للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قيادي ميدني مصرعهم في جبهات الشمال أو شمال غرب محافظة مأرب وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيف شهدتها جبهة رغوان ومهزمات التابعة لمديرية مدغل على إثري هجمات واسعة للقوات الحكومية والقبائل وأسفرت المعارك والقصف المركز عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات بينهم القيادي المدعو عبد الكريم الضحياني أتلفت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حج ثمانية ألغام بحرية نشرتها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر وبحسب المركز العالمي للمنطقة الخامسة فقد عثرت قوات التشكيل البحرية التابعة لها على نحو ثمانية ألغام بحرية في عرض البحر وقامت بإطلافها وشرأ إلى أن ذلك يأتي بعد يوم من نشر الميليشيات الحوثية قرابة خمسة عشر لغما بحريا في المياه الإقليمية اليمنية قال فلاديمير بوليبوك الخبير الروسي في مجال المناعة إن حامل متحور أوميكرون لفيروس كورونا يمكنه نقل العدوى لحوالي 100 شخص عند العطس مرة واحدة وضف بوليبوك بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية إنه لم يكن لدينا مثل هذا النوع من العدوى وكانت الحصبة تعتبر أكثر الأمراض المعدية لكن أوميكرون تجاوز حتى في هذا الصدد على حد تعبيره وأشار إلى أن هذا المتحور من الفيروس ينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء نهاية المجز شكرا لكم إلى اللقاء